اشتركوا في القناة وينما بد من يسمعه لذلك اليوم لقاءنا سيكون تحت عنوان الإصغاء للكلمة انطلاء طبعا من الأحد الرابع عشر بعد العنصرة وقراءته من العهد القديم إلى العهد الجديد والشروحات مثل دايما برفقة الأب مارون موسى المرسل اللبناني. بحييك أبونا مارون الله معك رتا. وصلنا للأحد الأربع عشر بعد العنصرة بهالمشوار نسبيا فينا نسميه شوي طويل يعني بعض العنصرة أسابيع متتالية نحن دايما هيك بالبداية وقبل ما نغوص بمشوارنا ونفشخ الفشخة الأولى منحب نترافق مع الروح الأدوس نستلهمه لا يكون معنا أكيد بهذا اللقاء أكيد حتى تكون خطوة خطوة سابتة أو الخطوة نعملها ولأنه الله معنا مشان هيك منذكر أنه حاضر معنا من خلال عمله بالروح الأدوس نعم أيها ربي يسوع المسيح من جدد إيمانا بحضورك الحي والمحي بينتنا من جدد ثئتنا بعمل روح الأدوس فينا ومن خلالنا هو الذي يقود الكنيسة وبيقود كل الإنسان مننا بمشروع حياتنا نحن اللي عم نمشي هالمسيرة صحيح عم نمشي مسيرة لترجية لكن عم نمشي مسيرة نحو الأبدية أيها رح القدس أنت الرب المعزي وأنت يلي بتذكرنا بكل كلمة وبتفاهمنا كل كلمة مطلب منك نحن مشتبعين بهالوقت هيدا حوال كلمتك أعطينا هكي الغذاء اللي احنا محتاجين اللي أعطيناك كلمة منك أنت بتحية نفسنا نحن ما نحضره ونفلش كتب لكن أنت يلي حياة تزرع وأنت يلي هكي تعطينا النعمة والقوة منشكرك سلف على كل ما رح تعطينا إياها وعلى كل كلمة رح تكون عم تغذينا فيها كلمة كي كلمة حياة واللمسة اللي بتعطيناها هي لمسة شفاء إلك المجد لا لأبد أمين أمين نحنا مثل ما قلنا بهيدا المشوار يلي نسبيا بحسب الزمن اللي ترجي منه أصير ونحنا دايما مثل ما علمتنا أبونا مارون هيدا الزمن يلي هو زمن العنصرة نحنا بنسميه زمن الهلأ ومثل كل مرة ببداية اللقاء خبرنا نحنا وين بالزمن بالزمن اللي ترجي إذا بدك ونحنا هيك تموضع هذا الأحد وين بيكون نحنا هلأ بشان يكون هذا الزمن الهلأ نحنا بالقصمة التالت والأخير بزمن العنصرة يلي وضعت لنا يلي كميسي لترجيا حتى نكون عم نمشي فيه وهو حقيقة هو زمن الهلأ هلأ إذا كان زمن العنصرة بشكل عام هو زمن الهلأ نحنا لترجيا بزمن اليوم يعني بزمن الثمار روح القدوس خلينا نذكر أنه هالأقسام الثلاثة اللي وضعتنا اليوم الكنيسي لترجيا من بعد يوم الخمسين يوم العنصرة كان عندنا أول شي حدث انسي كاب روح القدوس على الكنيسة بيوم العنصرة ومفاعل يلي صارت من خلالها يلي هي تكوين الكنيسة اختبار الثلاثة الأقدس وكيف الروح القدوس هو يلي كتب هذه الكتب يلي احنا عم نغوص فيها اليوم وبعد منا شفنا كيف حضور الروح القدوس بالكنيسة بشكل عام الكنيسة يلي هي الرسل الاثناش والتلاميذ وبعد منا بكل شخص لأن كل شخص هو يمدعو أن يكون الرسول شفنا روحانية الرسول والبرنامج الرسول وهالأشي يلي بترافق عمل الكنيسة القسم الثالث والأخير واللي هو الأطول يلي هو الأحادي تحكيني عن الشخص المطلقي أو المؤمن عمل روح القدس بالإنسان يلي عم يسمع هذه الكلمة ونحنا بلشنا بلشتنا إياها الكنيسة مثل ما يسوع عليهم وتقولوا أنتوا ستكونوا الشهود لألي من قرشاليم حتى أقاص الأرض ومورورا بالسامرة بهذه المعنى يعني بتبلش من أهل البيت وبتنتقل إلى بعدين دايما الشهادة والبشارة بدتتبلش بالأقرب واحد ويلي لست بلش فيني أنا يعني إذا أنا اللي عم بحكي لازم داي إنتي أقرب وشي لألي بعدين دايتك أنت بعدين الأبعد بالأبعد هذا هو ما بدنا نروح إلى أقاص الأرض ونبلش بالإلبن ونبلش من البيت نحنا ورايخين لأنه هي شهدة حياتي بالحقيقة وهيك شفنا كيف مع توبة وقبول زكا العشار وكيف كان محتاج لهال الفشخة اللي عملها يطلع على هذه الجميزة هالوسيلة حتى يتساعد حتى يكون عم يقبل حقيقة دانا الكلمة رحنا عند المرأة الكلمانية ببلادنا وكمان يلي كانت محتاجة لهال السبات والإصرار حتى يكون حياة بيوجه الصعوبات والإضطهادات وكل الإشارة تقدر تقبل الكلمة وسمعنا بعد منها كيف أنه التبشير بالكلمة اللي هو الكلمة الواحدة عم تتبشر بس كمان حسب الأرض اللي عم تتلقى في الأرض الخصبة أو الأرض اللي هي بحاجة اللي كدعا منشغل فيها بمسألة الزارع ومشينا وهلأ وصلنا حقيقة لهالمرحلة هايدي كيف بدنا نصغي للكلمة ونكمل بعد منها في كيف الإنسان بيقبل الكلمة وبيغير حياته هكذا ممكن عم نكمل المشورة يعني نحنا مثل ما ذكرت بزمن الهلأ وبدور كل واحد مننا بتفاعله مع الروح الأدوز يعني نحنا هون عم نشوف دور شعب الله كيف بده يتفاعل كيف بده يسمع كيف بده يصغي كيف بده يعمل كيف بده يكون هايكل للروح الأدوز أهمية دور المتلقي من منطلق أنه الروح القدس هو الذي يحكي بالمبشر ويصغي بالمبشر يعني الروح الأدوز بيشتغل باتنانسوا هو يلي عم يحكي فينا هلأ ومنشانك توبني من البداية هو يلي عم يصغي بإخوتنا يلي هني عم يسمعونا بزيت الوقت لكن هناك دور لنقل لي ونقل أن نطلب ويقرح للأدوز حتى يساعدنا حتى نكون معصل الكلمة ودور عندما يسمعونا هلأ أنه يطلب كيف يريد ويسمع الكلمة حتى يكون هو يصغي ويسمع الكلمة بباثعا بباثعا أو برافو حكيوا كلام حلو بدي أقول أنه أنا عم بقبل كلمة يا رب تكلم يا رب أن ابنك يسمع هلأ وأنه كلنا عم نسمع الكلمة لكن هذا هو مسؤوليتي إذا بدأت تبر أنه استفاد من نعم الروح الأولوسية اللي ربنا أعطاني إياها حتى كونها بتشتغل هذه النعمة بحيتي هو العنوان الكبير لهالزمن أو لهالأحادي اللي عم نعيشها مثل ما الكنيسة حطت هو حضور الروح بالمؤمن واليوم الإصغاء للكلمة بدي ركز شوي على الإصغاء للكلمة مش سماع الكلمة الفرق بين السماع والإصغاء أكيد لأنه أنا فيه أنت عم تحكي وأنا عم أسمعي وعن بعم شي تاني مثلا يعني الدينية بس همني اللي عم يسمعو وعادة نحنا بنقول اللي من الدين بسمع لوحدة بيفوتوا من هون بيطلع من هون أما الإصغاء همني اللي بتفوت بالدين وتنزل لتحت ما بتطلع منه بتغمق بتغمق بتفوت للقلب وهذا هو الإصغاء معناتها القبول وهيدي بدها بدها الإنسان يفتح باب القلب لأنه إذا الباب بسكر باب الدينية تانية بكون أسهل وبيطلع الكلمة ساعة الإنسان بيسمع وما بي يعني بتنتهي القصة هونيكة مثل ما شفنا ببسال الزاري أنه الكل اللي بيسمعه ما حدا إلا ما عنده دينين إلا الإنسان الأطرش لكن بمعنى أنه حتى هذا بيجالب 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 بيستفادوا من هذا السماع أو بيكون عندهم قلبا سماعا لأنه بالنهاية السماع بديكون بالقلب ما بديكون بالأذن الأذن بتسمع أصوات لكن القلب هو يقبل كلمات نحن قراءتنا اليوم يلي بدأت نطلق بالأحد الأربعة عشر بعد العنصرة ومن العهد القديم هي من سفر تثنيات الاشتراع سفر هيكي جديد عم بيطلع لينا فليش تم اختيار هايدي القراءة أو هيدا السفر كمان سفر تثنيات الاشتراع هو اسمه عليه الفيل اشتراع يعني هي شريعة موسى يلي منلقيها بسفر الخروج لأنه هيدا كانت عم تتماشى موسى هو ميدانه بسفر الخروج هو يبلش هو يلي أخرج الشعب هو قضى أربعين سنين وبينحكي عن سيرة حياته ومسيرة هذا الشعب بانطلاقة من سفر الخروج لكن مع هذه المسيرة كان موسى عم يتلقى شرائع من الرب يعني موسى هو كلمة الله نحن نقول يعني كان عم يسمع الله شعر يقول له ويوصله للناس مع كل ضعفه مع كل تأصيره مع كل الاشياء لأنه بعد ما كان فيه كأنه مفهوم لهذا الروح القدس يلي حياة أو حتى موسى كان عم يخبي وجوة كان الله عم يحكي معه يعني بقدم يكون نحن في كلمة الله نحن نبقى لعهد الجديد اللي هو موسى الجديد الرب يصعى المسيح تسنية الاشتراع هو الكتاب يلي جمع كل هالشرائع والتوصيات والوصايا من الوصايا العشرة لكل الوصايا الأخرى العمالية بالحياة ووضعوا بهذا الكتاب وسمي كأنه التثلية يعني مرتين هذه مرتين عم نرجع من نجمع ومنعيد ومنعب الكتاب بضمن الكتاب التوراة اللي هو آخر التاب من التوراة حتى كنا عم نجمع كل الشرائع ونحن اليوم محتاجين اللي منعب ليش وضع اليوم لأنه نحن عم نحكي عن الأصغاء وعم نسمع أنا اللي بنتسمع بنسمع الكلمة يعني اليوم عم بحطت لي الكنيسة هذه الكلمات قدامي أنا وأهم الشي رح قدروا اسمع كلمة اسمع اسمع يا إسرائيل يعني هذه كان دايما ربنا بيستعملها وهذه كان دايما إلو لموسى إلو للناس يسمع لأنه تعفي خطيئة الأولى للإنسان شو كانت مع آدم حوا أنه ما سمعوا ما سمعوا يعني لم يصغوا إلى كلام الله وداروا دينته نطلبوا له إلى الشرير لأنه بالنهاية في في اتنين حكيوهم لكن بالحقيقة هني نداروا إلى الشرير بدل وقعوا بتجربة الشرير هون عمل له اسمع يا إسرائيل اسمع كلام الرب لكن هذا هو اللي عنوان رح يكون بهذا تسنية الاشتراع ما نحن أخذين مقطع صغير منه كثير صغير صح هي كثير صغيرة القراءة من تسنية الاشتراع مثل ما ذكرنا الفصل السادس من الأية أربع على الأية التسعة يلي بتقول اسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنا هو رب واحد فأحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا آمرك بها اليوم في قلبك ورددها على بنيك وكلمهم بها إذا جلست في بيتك وإذا مشيت في الطريق إذا نمت وقمت واعقدها علامة على يدك ولتكن عصائبة بين عينيك واكتبها على دعائم أبواب بيتك يعني لدرجة بكل لحظات حياتك حتى أنت ونايم بدأت تقول عم تسمع مش هيني يعني يعني هذا الإصغاء الدائم كأنه كيف يسوع وقت كم مرة وقت اللي يحكي عن الصلا عمقول صلوا ولا تملوا كأنه وك صلوا دائما يعني كيف بدل صلي أنا ونايم كيف بدل صلي أنا في كأنه هالعلاقة بدأت ضل ما في عندك وقت أنا ما عندي علاقة مع الله لأنه أكيد في خوف لأن الإنسان يبطل اسمع كلبة الله رح يجي حتى أنت ونايم رح يجي الشرير يكون يسمعك صوته هو بيستغل ضعف الإنسان مش هينيك عمله هون بكل مرة حل حياتك أنت وفيق أنت نيم أنت وماشي أنت وقاعد بكل شي وين ما تطلع رح تشوفها يعني الفكرة مش هكتبها شفتها اليوم إنه عباب بيتك إذا الناس تطلعت عليك بتشوفها حطة على رأسك حطة على زندك كل ما سوى هذا عم نحكي عم نحكي عن كلمة الله كلمة الله تكون موجودة ودايما نصب عينيك تقوله وين ما تطلع تشوف كلمة الله لأنه في خوف على الإنسان أنه متمنى من هذا الاختبار الأول يلي صار مع الإنسان هذا محوى واختبارهم على مدى 40 سنة لأنه عم نحكي عن اختبار شعب بسهولة بينسى الإنسان مع الأسف بسهولة بينسى حتى موسى وهو على الجبل وعم يجيب الوصايا عم يكتبه شارعة لما نطول شوي نسيوا قد ربنا شو عمل معهم كيف أخرجهم بقوة من أرض مصر ونسيوا الله وبلش وبيد يعبدوا العجل يعني بدي يعبدوا آله أخرى يعني لأنه دايما كمان في مين عم بيخليه يعني دايما الإنسان بمعركة إذا بدك لكن مش أنه بينسى بمعنى أنه بيتناسى دايما الإنسان بيصير كأنه بيقع بالإغراء يعني دايما بده معرض معرض مين بيعطيه الأفضل ودايما الإنسان اللي بده هلأ يعني ربنا بيقعدك بأرض بعد بيصير عليه بدي أنا كأن بدي الهلأ نحنا بدي هذه الحياة أكثر ما بدي حياة أبدية هذه هالصراع بقلب الإنسان وربنا دايما بدينا إلى الحياة الأبدية أكثر ما بدينا إلى هذه الحياة لكن هذه الحياة هي طريق إلى الأبدية عم بتأكد لنا كمان هون القراءة أهمية السماع بالقلب مش بس بالأذنين مثل ما قلت أمونا يعني مثل أحبب الرب بكل قلبك كل نفسك كل في قلبك بقلبك وبكل قلبك في كلمة كل بتتردد كل قلبك كل نفسك كل قوتك هالكل يعني لأنه أنت واحد بهالمعنى لأنه مشكلة الإنسان هو بقسم زيته مشكلة الإنسان أنه بيعطي قسم الله هون قسم الله مشكلة الإنسان أنه بسهولة بيقدر يعبد ربين مثل ما يسوع رجع النباح لا تعبد ربين نحن ما نحب دايما نرضي الكل نرضي كل في آله نحن 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 نعمل سياسي بالعربي الدرج دبلماسية نحن نحن نكون أصحاب مع الكل حتى إذا ما زبطهم تزبط هون يعني بهالطريقة هاي دي هن بهال المهان هيدا مش هناك أول كلمة شفتي أنا رب ما عندك خيار آخر الانسان دايما عنده هالخيارات الأخرى الانسان مع الأسف وهي اللي كانت تأهر الله مش هناك عم يقول له وهي اللي سميها الزنا لأن بسبب الله هو عم يعمل علاقة حب هذا الانسان و أبشع شي بالحب هو الخيانة و نية الخيانة كأن الانسان اللي ممكن يخين و يعف حلو عنا ممكن يخون والخيانة شو هي أن أنت ما يكون كل قلبك مع هذا الشخص مش هناك ركز على كلمة كل 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 يعني حتى بالحب ما في مجال لنطفي يكون لحدا تاني مش أنا أنا بحبك بس أنا بحب فلان شوي ما بتزبط بحدا بقبل هالشي كل لك كلك لي هالكل هي من طبيعة الحب يعني ربنا عم يعمل هذا يعني هذه العلاقة الحب مع الانسان لكن الانسان عم يفهم معلقة مصلحة مع الأسف مع الله مش أنا يجرب يعمل العلاقات مع آلية أخرى منحول نكون مثل ما قلت من شوية عم نتعامل مع الله أو مع ذاتنا بها السياسة يلي بتخلينا منرضي الله ومنرضي الجسد ومنرضي الروح ومنرضي الكل يعني أنه قدسنا يوم الأحد لنقول ومنرجع بنعمل الباقي يوم لربك ويوم لغشي يعني بهالمعنى هيدا أنه بتقسم أيامك تعطي اسم لله واسم للآخرين يعني هيدا يعني هون حتى وانت ورايح على المطرح التاني اللي أنت عم بتفكر أنه منو لالله بدك تكون ابن الله لأنه بهالمعنى هيدا أنه الحياة ما بتتجزأ أو الحب ما بتتجزأ بهالمعنى وهون نحن نحن نحكي بفترة الإصغاء يعني أنا الله موجود في المكان مش بس موجود بهذا المكان يعني مثل نحن الأوات منفوت على كميس منصلي بس نحن ببيب كميس قلب الكنيسة بقول لا عايب الله موجود هون ممكن بطريقة اللبس أو الحقيقة أو التصرفات لكن بصلا برا الكنيسة بقول كأنه هنصر ما بقى في مشكلة بطل الله موجود برا صرفين أم البدية يعني ياللي كان مقبول أو مش مقبول جوا صرفين ممكن يكون مقبول برا هيدا هالتقصيم هو الغلط كأنه ما بيحب دايما يكون في حد في رأسه لكن هالكلمة بدا بخوف يعني تصوري انت امولي النيم وآيم وفي يعني في كاميرا مراقبة كأنه عليك وين مكان بتروع بالإنسان قوات الإنسان ما بيحب يعني مثل كأنك مهودس بالله يعني مش بهالم معنى خلا ناخدها لأنه هايدي كنت بالمفهوم العهد القدين انه مثل ما نحن ناخدها الله يراني الله يراني مش بالمعنى في كاميرا وعم ترقب تعف هلا حتى بالبشرية مش مسموح انت تحتي كاميرا بكل المحلات في محلات الإنسان ممنوع حدا يكون عم يراها يعني هايدي محلات الخاصة والخصوصية للإنسان بس اي متى انت بتحتي كاميرا بكل بحلات انت ام وبي وبهمك عندك طفل بدك تهتم فيه تحتي كاميرا وانما كان لان انت لرعاية هذا الطفل بتحتي كاميرا وانما كان مش لحتى تكون عم ترائبي اكتر ما تكون عم ترعي ربنا هو عم يحكي ان هو يراعي ولان الله راعي يحب يكون عنده كاميرا وانما كان انت ونيم وانت فاقة وانت كل شي مش لحتى يخترق خصوصيتك بهالمعنى هذا بالنهاية الاطفال ما عنده خصوصية بالنسبة لأهلهم كلنا بنعرف انه بالنهاية ما في عنده هشي لانه بيسلم كل ذاته لانه متكل كليا على اهله مش يتكل عنده هذا الاتكال ما عنده الاستقلالية بهالمعنى هذا ربنا عم تزعج الانسان الذي يفكر حاله صار كبير وصار هو يناضج وما بدي حدا يرقبني ويعرف كل ساعة متى ما اتنا قوات البلاد بالداية وان كنت وان رحت وان ساعة رجعت هالاشي هاي بول انا صرت ما بدي حدا يسألني عنها لاني صرت كأني انا مستقل وانا كبير هاي دي العمول لربنا يا جماعة ولا مرة انت بحياتك رحتكون مستقلة عن الله بمجرد ما استقلت عن الله انت رهض ضيئ يعني ما في يكون انا ملتزم بس داخل جدران الكنيسة وخارج جدران الكنيسة ما بعود في شيء اسمه التزام عندي بقدر ابقى ملتزم بحياتي المسيحية باني يكون عم بصغي الى ما يريد الله بأي مجتمع انا في والله ممكن يحكيني بأي طريقة وبيأي مكان وبيأي زمان انا عايش في ما نفتكر بس انه الله بحكيني بس بالكنيسة والطرق التقليدية انه انا عم يحكيني من خلال اسمات الانجيل هلا الله بدي يحكيني او الخري يوعز هلا الله ممكن يحكيني او انا صليت ممكن الله يحكيني بحدث بصير معي ممكن الله يكون عم يحكيني من خلال مبارف مشهدية صارت ام يعني مشهدية انا يقول انه خلي تكون انت دائما مفتح انه الله مبتع عارف كيف عم بي وهذه اللي احنا رح تشييها يساعدني بعدين نحنا لانه بها العنوان اللي ما انه الانجيل اليوم الهيكل ولكنه بالمجمع كان بالبيت يعني بهالمعنى هيدا الانسان يكون بمرحلة الصغاء شو ما يكون عم يعمل يكون دائما يعرف انه ربنا يكون مضاح في عملة ربنا ممكن نحكيك لانه مثل بقلت انه احنا متعلقين بالله والله يلي هو يشوف حتى يكون عم رأبنا وبيعطينا وبيلهم خاصة نحن على سن نعف عنا روح الأدوس اللي هو اسمه البارقليت يعني الملزق فينا حتى نحن نمين بإيبانا يعني ما انه بس عنده مهمة وظيفة 8 ساعات ويروح على بيته مثل المحامة لان اسمه هو المحامة لكن محامة لا ينعص لا ينعص لنا وما يتركني ولا يمشي معي كل الوقت حتى عنوانه هو الإصغاء للكلمة منأكد على أهمية الإصغاء وليس السماع فقط مثل ما قالنا الإصغاء الدائم في كل الأوقات الإصغاء الدائم في كل الأوقات وفي كل الأماكن يعني هذا عمون بكل المحلات ولأن ربنا بيستعمل أشياء نحن أوقات ما بيكون متوعين يعني نخلي ربنا كنا يعني مثل البلاد الصغار البلاد يعرفوا كيف الأهل بيستعمل الطرق حتى يكون عم يوصلوا ويساعدوا ويرجوا أولادهم يعني ربنا دائما بيفجئنا مثل ما دائما بنحكي عن البابا فرانسيس بحب كتير يحكي عن هالموضوع حتى كان البابا يحن أبو ستاني الله بيفجئنا وحلو نفتنا نندهش مثل ويد صغار مثل مصار مع مريم بن ناصرة يلي ما بتتوقع أنه أنا بهالمحل وقاعد ببيتي يكون الله عم يحكيني ويجي لعندي وتتفاجأ تفاجأت بهالمعنى الولايات صغار بتفاجأ ويندهشوا نحن خلينا نندهش لكن ما نخايف ولا نتفاجأ نندهش أنه يا واو حلوي هالشغل هاي ربنا وينما كان معي بدنا نتابع نتعلم مشوار الأصغاء لكلمة الله من بعد ما نطلقنا من العهد القديم لنكون أكيد بالعهد الجديد مع رسالة الأديس بولوس والإنجيل إنما بعد استيرا حنعود من الوعاد للعهد وبدنا نتابع معكم مشوار الأصغاء لكلمة الله بهالأحد اللي هو الأحد الأربع تعش من بعد العنصرة ومن بعد ما كنا بالقسم الأول انطلاء من قراءة سفر تسنية الاشتراع تعلمنا أو جربنا نتلمس هيك كيف بده ينا الرب نكون عم نصغي لكلمته ليس فقط بالأذن إنما بكل نفسك بكل قلبك بكل قوتك منتابع برفقة أبونا مارون موسى أكيد مع قراءات هيدا الأحد لنوصل لقراءة الرسالة رسالة الأديس بولوس أبونا مارون اليوم هي الأولى إلى أهل تسالونيكي فخبرنا لماذا تم اختيارها؟ اختيارها لأنه فيها بتساعدنا على فكرة الإصال لأنه عمله هالاختبار كان هو أول اختبار بيعونه مربولوس تقريبا مع الأمم مع أهل تسالونيكي ويلي هي حقيقة رسالة اللي هل رح نقرية اليوم ورح نقرية كمان بالأسبوع الجاية كمان نتابع مع هي هي حقيقة هي أول رسالة كتبها مربولوس على الإطلاق وهي أول الكتب العهد الجديد نحن نعرف أنه العهد الجديد كتب بالقلب نحن نفكر مثل ما نحن نقريهم متة ومرقص ولقاء ويحنى وبعدين نحكي عن عمل الرسل والرسل يعني الرسالات مربولوس الكتب العهد الجديد أول ما وجده بلش مع مربولوس مربولوس أول يحد بلش يكتب الرسل الرسالات تبيته ويبعتها للأماكن يلي هوا كان يزورها وبعدين أعمال الرسل بعدين كتبت الأنجيل. لكن سترى أن تاريخيا هكذا كتبت. هذه الرسالة هي أول كتب العهد الجديد التي كتبت إلى أهل تسالونيكي. هي منطب اليونان. والتي زارت مع تلميزه سلوانوس وطيمو تاوس مربولوس لهونيكي. وكان جاي من ثلبي ورحل عندهم. وعمل هذا الاختبار هونيكي. اختبار هؤلاء الأشخاص الذين حياتا أصغوا إلى هذه الكلمة وقبلوا الكلمة. كان في إصغاء وقبول. ليس أنك رح تكون رفقنا على هذا الأسبوعين. لكن الموضوع هون هو فكرة الإصغاء. لكن الإصغاء على أنها كلمة الله ومربولوس يلي كان عم يحكيهم. هم كان عم يكتشفوا أنه هذا كلام الله ليس كلام إنسان. عارفين حالهم يعني شو عم يسمعون. وعارفين حالهم مين عم يسمعون. لأنه إجيهم أشخاص كتير قبلوا. وكان دائماً لأنه فيه جماعة يهودية موجودة بتسالونيكي. تسالونيكي منطقة غنية. والجماعة اليهودية هونيكي جماعة مقتدرة حتى قدروا عملوا مجمع اللي قالوا هوني. في كتير محلات ما كان يكون عندهم مجمع مجمع ومرتبوا منيح. ومربولوس كان يرح يعلم بهذا المجمع. لأنه المقتدرين مع الأسف في كتير أشخاص مبشرين يجوا ويستغلوا. يعني يكون تبشيرهم لهذا للناس ما يكون صافي بنعمة أو تروح للألوس. أكتر ما يكون حتى مش عم يحكي تبشير بسيح عم يحكي عن تبشير يهودي أو دعم لألون أو حتى فلاسفي. حتى بس استغلال لهذه الجماعة. استغلال المادي لألون هوني. يعني فيه طمع. وفيه غاية غاية إيصال الكلمة. لكن هذه الرسالة التي بدنا نسمع واخترتها الكنيسة حتى تحكينا عن الإنسان كيف يصغي وبيقدر يميز بإصغاءه. يعني هاي دي نعم تروح للألوس. بتخليني أعرف أن هالكلام اللي عم تسمعه هو كلام الله حتى أقدر قابله. وهذا من المفاعل الروح للألوس. يعني في كتير ممكن يحكوه. في كتير ممكن نسمع كلام. في كتير ممكن نشوفه أنه نسمعه هلأ على وسائل التواصل وكل الأشياء. وبعد نسمعه هلأ. الروح أدوس هي اللي بيخليني أصغي. وأقدر أعرف أنه اللي عم بسمعه. وأقدر أميز أن هذا كلام الله. مش هايك بقدر يفتحكي القلبي لأله. القراءة مثل ما ذكرنا من رسالة القديس بولوس الأولى إلى أهل تسالونيكي. الفصل الثاني. ابتدا أن الآية الأولى للآية 13 هي شوي طويلة. سأجرب أولى بسرعة. يا إخوتي أنتم أنفسكم تعلمون أيها الإخوة أن دخولنا إليكم لم يكن باطلا. ولكن كما تعلمون بعد أن تألمنا وشتمنا في فليبي تجرأنا بإلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. ولم يكن وعظنا عن ضلال ولا عن نجاسة ولا بمكر بل كما اختبرنا الله فأمننا على الإنجيل. هكذا نتكلم لا إرضاء للناس بل لله الذي يختبر قلوبنا. فإننا ولا مرة أتيناكم بكلمة تملق كما تعلمون ولا بدافع طمع والله شاهد ولا طلبنا مجدا من بشر ولا منكم ولا من غيركم. مع أننا قادرون أن نكون زوي وقار كرسل للمسيح لكننا صرنا بينكم زوي لطف كمرضع تحتضن أولادها. وهكذا فإننا من شدة الحنين إليكم نرتضي أن نعطيكم لا إنجيل الله وحسب بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم لنا أحباء. وإنكم تتذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا فلقد بشرناكم بإنجيل الله ونحن نعمل ليلة نهار لألا نسقل على أحد منكم. أنتم شهود والله شاهد كيف كنا معكم أنتم المؤمنين في نقاوة وبر وبغير لوم نعامل كلا منكم كما تعلمون معاملة الأب لأولاده. وكنا نناشدكم وننشجعكم ونحسكم على أن تسلكوا مسلكا يليق بالله الذي يدعوكم إلى ملكوته ومجده. لذلك نحن أيضا نشكر الله بغير انقطاع لأنكم لما تلقيتم كلمة الله التي سمعتموها مننا قبلتموها لا بأنها كلمة بشر بل بأنها حقا كلمة الله وأنها لفاعل فيكم أيها المؤمنون. قبل ما أوصل لها الخلاصة اللي عم بيقولها شغلة كتير حلوة قدي هيك عم بيذكر كما تعلمون كما تعلمون كما تعلمون لاحظنا أنه عم بيأكد لهم معرفتهم عم بيأكد لهم تمييزهم عم بيأكد لهم أنه هنا عم بيسمعوا كلمة الله. هل هو كتب رسالة مثل ما بتعرفي دائما بيكتبها الرسالة من بعد ما يعمل يعني من بعد ما ترك من عندهم كتب لهم هذه الرسالة. ليس هو موجود. هو موجود كان بيحكي لهم حكي. ليس ضروري تقيتهم. لما أقول لهم كما تعلمون أنه هو شو بيصير مربولوس كان بفليبي وفليبي صار عليها اضطهاد كما هو بيخبر. شو تمنا وتعلمنا وفي النهاية كمان سجن بسجنوه يعني تشكوا لي وسجنوه وطلق صراحة وطلق لعندهم. هونيكي أكيد هو يعني بعضهم وحكي من كل قلبه مثل ما هو بيسميهم وبيستعملها مثل الأم اللي عم ترضي ومثل البي اللي عم يهتم بولاده. من بعد ما راح كمان صار عنده شوية مشاكل معهم هوني من بعد ما راح بيبعت السلوانوس حتى يرجعي إشاء عليهم هونيكي. بيسمع حكي أنه في ناس متل ما كوان مكان. ناس بيحكم منها وناس بيحكم مش منها. الناس بيسمعوا أنه لأ هدا إجعان غاية إجعانك في بعض المغردين. ناس تنتقد. وناس عم تنتقد هيك. هو هون بالرسالة عم تتبع عم يكتوب حتى يوضح. ومشاناك بيقول كما تعلمون كما تعلمون عم يقولون أنتو اختبرتموني. ما في زوم يعني تسمعوا لكلام الناس اللي همني ممكن يعني وقدرين تميزوا حقيقة إذا أنا كنت عم بحكيكم على نية أو أنا عم بحكيكم أنا بدو وصل كلمة الله. لا عن ضلال ولا عن نجاسة ولا بمكر. بشاناك بيقولون كما تعلمون لأنه قاعد عنهم فترة واختبروه. يعني أنا اختبرتوني وبيقولون أنا اشتغلت ليل نهار حتى ما سقل على أحدا وما كنت يطلب مصار وهيدي المشهور فيها مربولوس. مربولوس كان يشتغل خياط خيام هذا الشيء كان يشتغل فيها. وبيقي يشتغل فيها هو عم يبشر حتى ما يعوز حدا وحطى ما يطلبوا مصاري من حدا. يعطوه مصاري إيه بس مولا مرة يروح يقولون يعطوني المصاري. المرة الوحيدة اللي طلبوا فيها مصاري حتى ياخد مصاري إلى أهل أوريشاليم. وقتل كما يطلع أوريشاليم وعمل لمة لأنه كان في اضطهاد بأوريشاليم. قال لهم بدنا نساعد كنيسة الأم تا بيتنا. في ناس بحتاجين متل ما نحن نساعد إذا في حاجة بمحل. اللي قالوا هو ولا مرة كان يطلبوا مصاري. مشان ما حدا يقول له انت طلبت مصاري وانت عم تشويلك من أجل الغاية. ماني عم بشر بدافع طمع بيقول لهم. ولا مرة أتيناكم بكلمة تملق. صح. فإذا كان بهذاك الوقت كمان في مين عم بيحمل كلام تملق؟ ايه. في ناس دايما متل عمول. دايما الشرير والهاكي اللي بيحب يخربط له هذا الإنسان. يعني دايما متل عمول أنه. الله بكون عم يحكي. متل معمول هدا اختبار هذا محاوى دايما. من بعد ما يحكي الرب يأتي الشرير يبقى لشي خربط. مثل ما صار مع ايدا محاوى. وهون دور الإنسان. أنا عم نحكي عن دور الإنسان المتلقي. أنه حياتا يعرف كيف يسد دينته للشرير. ويكون كله للرب. لما أنا عم بسمع بكليتي للرب. ما بترك مجال للشرير. لكن إذا أنا تركت مجال ما عطيت كل إصغائي للرب. هالنطف صغير اللي تركته أنا. رح يجي الشرير ويستغل له. هذا الشيء اللي عندي أنا رح يكون. لأن الشرير يستغل ضعف الإنسان. لا يأتي بموقع قوة. حتى مع يسوع المسيحي. وقت اختباره بالبرية. وقت كان صام 40 يوم. يقولنا الكتاب. وعندما جاء. جاء معانيته. وقت اللي صار في بحالة ضعف جسدي. لأن الإنسان يستغل قواه جسدية. وقواه العقلية. والتركيز يكون عم تضعف. وقت الشرير وبدأ يستغل نقطة هذا الضعف. لكن يسوع كان بس جسد ضعيف. لكن كل قواه التاني قويم. كان ديرمان قادر يقول له. بمنطق قوة. مكتوب ومكتوب ومكتوب. وحل عني يا شيطان. لأنه أنا. لا نضعفه. أنا قوي وقدر. كلي للرب. لا يوجد شيء تقدر أنت تدخل من خلاله. لكن هنا. يركز على هذه النقطة. لأن الإنسان يصغي بكليته إلى الرب. لا يترك مجال. لكن الأشخاص. حقيقة. هناك ناس كانوا موجودين يسمعوا الكلام. بس. إذا أقول أنا جائلة. حتى أسمع ماذا أقول. وشوفي عنده جديد هذا الإنسان. وخلنا نسمع ماذا عنده. بس. أنا ترك مجال لشي تاني. تكلم تاني كمان. بصور ينتقد الغلاط. بصور ينتقد الأشياء اللي مش منيحة. بصور ينتقد مثلا. عم بكفي مربولوس ويقوله. ما طلبنا مجدا من بشر. يعني نحنا ما كنا عم نعمل. كل اللي عم نعمله. لنحنا نشوف حالنا. عم بأكد. عم بأكد موقع. ولا منكم ولا من غيركم. نحنا قادرين. صحيح نكون زوي وقار كرسل المسيح. ولكن. صرنا زو لطف. عم جالي بشوف هيك. ده بقدر أقلو بالصورة لهيدا الزمن. وصحيحنا عم نحكي هيك تحت عنوان المتلقي. يعني يلي عم توصلوا كلمة الله. بس بديقول يلي عم بيوصل كلمة الله. أداش بده مثل ما عم بيقول الرسول بولوس. يكون حامل هيدا الصفات حتى اليوم. أكيد بده يكون حامل هيدا الصفات. وصعبة تحملي هيدا الصفات. مش هينة. حتى هذا اليوم. يعني. مش هينة الإنسان. مثل ما عم صار مع أمار بولوس. يعني. كل إنسان ضيف بالنهاية. يعني تلع مقول. بولوس كده عنده حاجة. يعني. حاجة بمعنى أنه حاجة. مثلا حتى الحاجة المادية تبري. ليك في حاله. أنه الأكل والشرب والمصاري. يعني. أنه بناهية. ليس على طول. يتأمنونه. كان يتطر. يعني. يعني. لأنه ليس عايشون. نحن في عالم هذه الأدة. مثالي. أنه الناس. عم تقبل الكلمة. وهم عم يأمنوا الحاجات. مثل ما. مفترض. تكون عم تصير. يعني. 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 أكيد. يعني. يعني. لأننا نضعف. خاصة. بعالم اليوم. نحن. نحن صرنا معودين. باليوم. نطلع. تغري على الغلط. يعني. صار عنا. عينين. وأذنين. ناقضتين. صارنا. ننتقد. يعني. مش لحتى نسمع. ونقبل. ونقول. المحبة تستر جماً من الخطايا. لأنه. اللي شايفه قدامي. أنا شايف بولوس. وشايف إنسان. بولوس بيطلع خلقه أقوات كتير. وبيعيت. وبيصرخ أقوات. ما سعتبر. هذا الإنسان. يلي هو. بتصير. أنا أنتقد. بدل ما يكون. عم. شوف الميل الخييرة. شوف الكلمة. إنه أنا كلمة الله. عم تصلي بصور. أنتقد الغلط اللي. أو أنا بشوفه. كأنه عم شوف غلط. هاي دي. خاصة نحن عالم اليوم. لأنه بسهولة قدرين. لأنه صار عنا كأنه حرية أكتر. وصار ما بقى عنا خوف من الله. قبل كان. في خوف. لأنه عم بحكي مع أشخاص. يخافون الله. بهالمعنى. وفي شريعة العهد الأديم. اللي كانت بتلزبن. بهذه المخايفة. لكن. نحن هلأ صارنا عنا. التحرر أكتر. وعادة لما بتفتر المحبة. بصير في مشاكل زيادة. نحن. هتجرأ وقول. فترة المحبة عنا عمول. فينا نقول صار في عنا. وقاحة. بتعاملنا مع الله. بعلاقتنا مع الله. لأنه. برجعبول. لما بتفتر المحبة. بيقل الإيمان. لأن المحبة هي اللي. المحبة أسار كثير شيء. أساس الإيمان وأساس الرجاء. يلي هي من هؤل الفضائل. هي المحبة. أنا إذا بحب شخص. ما بشوف إلا كل الأشياء الميحة. ما عاش بشوف. يعني. المثال اللي بقول إنه. الأرض بعين أمه غزال. لأن الأم. مبعد بدوي على السلبيات. ما بتشوف إلا الأشياء الحلوة اللي عنده إياها. يعني أنا. لما أنا عم بقبل شخص. وفيه محبة بقلبي. مما كان عم بيحكيني الكلمة. بصور أنا أخد الأشياء. يعني. بصور تصلي الأشياء الحلوة. مع كل ضعف الإنسان. مع كل البشاعة اللي عنده إياها الإنسان. إن كان بتصرفات. وإن كان بكل الأشياء اللي عنده إياها. هاي دي المحبة اللي احنا نحتاجين عنه. أين احنا. ما بننكر إنه المحبة فترة المحبة. يعني في قلوب الكثيرين. مثل ما حكي عنا يسوع. المحبة الحقيقية التي تستر جمًا من الخطأ. يلي بيحكي عنا مار بطرس برسالته. بيحكي عنا المحبة التي تستر. يعني المحبة اللي أنا بصور تشوف. بطل انتقد بعيني. بصور عيني اللي بترحم. وبتقبل. يعني أنا بعرف إنه. مثل الإنسان. كل إنسان مننا ما حدا مننا كامل. بهنا عمول. يعني. نحنا مش عم نشوف. يعني. لحنا عمول إنه المسيح بحد زيته. اللي هاتل إجاء إنسان كامل. يعني. ما عنده شيء. ومرت حديهم يصومين منكم بيقوم. بيلقط علي خطيه. أو شغلي ينتقدني فيها. كان ينتقدوا. لأنه لو ما عنده خطيه كيف ينتقدوا. يعني الإنسان عنده هذا. نزع. هايدي النزع. هايدي. وهيدي اللي أنا بقول. هايدي من مفاعل الخطيه الأصلية. اللي خلقت بالإنسان. بدأ ما يكون ابن لالله. الإدانة. يصير هذا الإنسان. يلي حياتاً يصير هو. بحب يكون عبد. والعبد بصور ينتقد. الديسبولوس لأهل تسالونيكي. بيكفي يعني. بيختم رسالته اليوم معهن. وبأكدلون. أنه اللي سمعتوه منا وقبلتوه منا كلمة بشر. هي حقاً كلمة الله. يعني أكيد مثل ما أنتو بتعرفوا. أنا فعلاً حملكم كلمة الله التي هي فاعلة فيكم. أيها المؤمنون. ايه. وهان بيهنيون. يعني الكلمة التي. لأنه أنت وقت تقبل كلمة على أنها حقاً كلمة الله بتفعل. لكن كلمة البشر بتبسطك إلى حين. وبعدين بتروح بتروح. أما كلمة الله. ولهو أوقات بتكون شوي قاسي. لأنه بسرعة تشتغل فيني جوها. لكن هاي تكون عم تفعل وتعطي في مارة. وبتبين متل ما راح تبين بالأسبوع الجاي. هذي القبول. بشان هيك ما نحاول أوقات ما نسمع عن خلية تفوت من دينة تطلع من التاني. ايه لأنه ما بحب ينشغل فينا. ما بحب يعني لأنه في الشيء بده ينشغل علينا. لأنكلمة الله وتبيجي. ايه. لأنكلمة الله هي هال، هل نقول هيدا الحد. هيدا السيف الذي. قاطر. تفصل. يعني نحنا قواتب منبسط بالغلط. لأنه الغلط شو هو يبدي هيد. هاي الغلط يلو احنا بحكي عنه. هو إغراء هذي الحياة. ياللي هو أنه أنا كأنه بطبيعي أوكي أنا بحب الحياة الأبدية. بس بتحب هذي الحياة يعني بدي يعيش كل هذي الحياة بدي يعيش هون وهونيك كأنه يعني ومش مستعد أنه أنا أتخلى عن شي حتى أربح شي تاني يعني بمبدأ التجارة وميالهي مش سليمة ولا مرة الإنسان بالتجارة ألا بدك تضحي بشي حتى تصل على شيء بدك تدفع حتى تقدر تقبض بس الإنسان بكأنه بده كله ياخده يعني بدي أخدهم بدي أخدوني بدي أخد الحياة كلها سوى بدون أي تطحية وبده ياخد الأبدية كمكافأة لألينا كمان خلينا ننتقل للإنجيل يلي هو اليوم من عند الإديس سلوء أو مثل ما ذكرنا هو الإنجيل اللي بخبرنا عن مرتا ومريم الخبرية يلي كلنا منعرفها ويلي كلنا أو إيت هيك صارت مشهورة نستعملها بمعنى هيك بمعنى واحد خليني أقوله هلأ رح نوصله يعني إحنا بنشوف كمان بميلة وحدة بعين وحدة شخصية وحدة ما بنشوف الشخصيتين فخبرنا عن الإنجيل يلي هو من الإنجيل الديس سلوءة الديس سلوءة بيحكينا يعني بيخبرنا كان يسوء وتلميزه الرحين وبيقلنا دخل إحدى القرى لقى لأنه أصلا ما كان من رسل 12 ما كتير عنده اختبار مع هالعيلة يلي هن أصدقاء يسوع عم نحكي عن ليعزر واختهم مرتا واختهم مريم يحنى اللي هو كان مقرب المسيح بيحكي أكتر عن العيلة هايدي هو بيحكي عن اختبار يعني إعادة أحياء أحياء لعازر واختبار يسوع معه هالعيلة هايدي الذي كده يحبه مش هناك بنسمع بالإنجيل أنه عم يحكي عن قرية بس هم نعف من هي بيت عنا اللي هي مش بعيدة تتير عن أوراشلين وهي المحل يلي يسوع كان يرتاح فيه إنه كان يجي يسوع قبل ما يصل على بيت عنا كان ينام هونيك وحتى وقتل كان يروح على أوراشلين كان يرجع ينام عندهم إنه هذا البيت صار مثل بيته ليسوع يعني مرتاح فيه بهذا البكان يسوع بقى كان هو تلميزه أكيد كانوا راخين بإنه استقبلته في بيتها أمرأتهم يلي اسمها مرتا لأنه هي الكبيرة وهي كان صاحبة البيت هلأ هون ما بينحكي عن اللي عازر لأنه ما منعرف اللي عازر ليش مش هو صاحبة البيت بس المهم إنه ما بينحكي عن تفاصيل مثل ما عملنا لهون هون بهموا يركز عن هالحدث يلي مرة صار ويلي هو سمع فيه اللوءة هلأ ممكن يكون اللوءة هو من التلاميذ الـ 72 نعم ذلك كان موجود المهم إنه بيخبرنا عن بس حتى نقول إنه نحنا منعرف هالأشخاص اللوءة عم يحكينا كأنه أشخاص أول مرة منتعرف عليهم بس حتى يكون هذا الحدث هو تفرد فيه هو اللوءة حتى يكون عم يحكي عن هالقصة هايدي يسوع كان وفات لعندهم مرتا استقبلته ومريم أختها موجودية هنه اتنان الموجودين بالبيت بيقولون أنه مرتا بلش تهتم بالأمور الخدمية تعمل وجبتها بدأت عمل وجبتها مثل كل أمي لأجل عندهم أنا ويجيب معي رفقاتي أو شيء كان بدأت عمل نفس الشيء بصور كلهم أتفكر أنا كيف بدي ضيفهم وكيف إذا جاي ريحهم قاعدهم بالنهاية بدون يأكلوا يمكن زبديبوا هون وهوضي منهم غرب يعني بالنهاية بيعرفوا ليسوع وأكيد بدي أعود عنهم كيف نجع ينام عندهم يسوع كمان يعني بدي عمل بأمور وجبت هايدي أكيد يسوع ولا مرة وقت اللي بيكون موجود بالمحل ومعه وفي ناس موجود بيصير يحكي إلا بالسياسة وإلا بالإشياء اللي كأنه ما بيكون عم ضيع وقت بيكون عم يستفيد من الوقت نحن عنا فلسفة تضيع الوقت مروح نشرب القهوة ولهذا لنقطع وقتنا مروحنا عند جيران من ضيع وقت يسوع ولا مركني ضيع وقت بالمبدأ يلي هو بيحكي عنه سفر تنسلة الاشتراع إن جلست أو قمت أو نمت استفاد من الوقت ما تضيع وقت في فكرة الاستثمار بالوقت حتى أنت عم تشرب قهوة حتى أنت عم تعمل زيارة عم يعمل زيارة هو بزيارة أكيد يسوع كان عم يحكي يعني عم يحكي حتى لو مش ضروري عم يحكي كلمة أهلا للإصغاء وعم يحكي كلمة مفيدة للناس لأنه في كلام بيكون مالوط عمي متل عم قوله إنه ما في إفادة بيكون عم يحكي غيرنا بكنا عم يحكي شان هيك مريم قعدت بيقولنا مريم كيت قادي عند جراء هالجلوس عند القدمين أو عند أهداكة هو وضعية التلميذ يعني هني بيعرفوه معلم ودايما بعيدونه معلم ليسوا لما بتاعدي عند الإجراء كان دايما التلميذة هي بتكون لشخص يعني ما أحدا بيروح على مدرسة بيروح لعند شخص يتعلم وتتلمزت على إيدان فلان أو عند الإجراء لأنه كانت تتعادة على الأرض وحتى كنا نسمع وضعية الجلوسة ووضعية الإصغاء ونحنا هيدا المستعمالة بالكنيسة نحنا بالكنيسة وقت اللي بدنا نسمى من نعود مثلا وقت المسمى وقت الرسالة من نعود حتى كنا نسمع لأنها شرح لكلام الله لأنجيل لماذا نقف لأنها فيها إعلان للكلمة لأنه أنا عم بسمعها حتى بدي أعلنها بعدين وقت الوعزة برجاء بقعد بوضعية الجلوس حتى كنا أنا عم بصغي حتى كنا عم بقبل الكلمة وبدأ عرف ساعتها شو بصير تجي مرتل عند يسوع وبدأ مع عجقتها لأنها كتا عم تشتغيل ولقيت حالها مش ملحقة وشايف أختها لأنه هذا البيت فرد بيت موجود مش عم تحكي على البيت شايف أختها عم تذكي ودغري قلت له يا رب يا رب معيتها يا معلم مش عم تقول له يا رب يا الله يعني نحن نستعمل هذه الكلمة يا معلم أنه أنت كمان وعم تقول له يا هاب الموني لأنه فيها هالدالة ألا تبالي أنت ألا تبالي أنه أختي تركتني أخدم واحدة إلا خلت قومت عيني وتكون عم تساعدتي حتى أقدر أعمل الخدمة اللي أنا لازم كون عم بعملها وهون يسوع بيحكي هالكلمة المشهورة صارت المثل اللي هو مرتا مرتا بلايها مرتين يعني اسمع اسمع يا إسرائيل وهون كان عم يحتي عيدا مرتا حتى إلا اسمع يا مرتا أنت عم تهتمي بأمور كتيري ويعطيك العافية لكن المشكلة تضطربين عجقتك ما في سلام ما في مشكلة إنه تكون عم تشتغلي لكن عندك اضطراب هذا الاضطراب هو مش مزبوط أختك مريم اختارت نصيب الأفضل وهذا هو المطلوب إنما المطلوب واحد إنه الإنسان يكون عم يدر يصغي وحتى إنت لو كنتي بالمطبق وعم تشتغلي كنت عندك إمكانية الأصغار فمريم اختارت النصيب الأفضل إنه هي كن عم تصغي نصيب الأفضل مش إنه ما تشتغلي معك إنت إنه تسمع كنت عم تقدر تسمع بما كان تقدر تسمع فيه ولن ينزع منها وما رح إلا قومي من هون بقى عجلت عم يوسط أنا مرح إلا لأنه هذا هو الأفضل كتير الوقت عم يمرق بالسرعة أنا السؤالي هو نحنا بدنا نكون مرتا أو مريم أو بدنا نكون اثنين بدنا نكون اثنين أكيد وهلأ كل شيء له لوقته كل شيء بوقته حلو هيدا المهم في مقولة بسفر الجامعة حلوة كتير بالفصل الثلاثة ببداية الفصل الجامعة شو بيقول بيقول لكل شيء أوان ولكل أمر تحت السماء وقت للولادي وللموت وللغرس ولكل شيء للخسارة للسقوط وقت وللكلام وقت وبيخطم بيقول كل شيء حسن في وقته كل شيء حسن في وقته حتى أقول مش معمول انه يعني انه لازم الإنسان يكون يعني وقت له وقت لربه مش هيدا بتعني هالشي هيدا أكثر من الإنسان يستفاد من كل وقت يستفاد وقت الكون عم يسكت من ضيع وقت ويكون عم يستفاد وقت الكون عم يسمع هيدا هو كل شيء له وقته لكن تستفاد من كل هدا الوقت مرتا بهالوقت هيدا كان وقتها هيدا تشتغل مغالب مش غلط ما كان عم يلت عادي انت حد مني هون مش مشكلة بس وانت وعم تشتغلي كافيك تستفاد من هالشغل هيدا انه كنت عم تقدر تسمع الكلمة كمان متل ما مريم لقيت حلقة انه ممكن كنت عم تسمع هلأ وانك بعد شوية رح تقوم تساعدك وكلها منقوم تساعدك مش مش مشكلة هلأ نحنا حوالنا ما نضيع وقت بس الوقت خلص هو ضع الوقت نحنا مضيعنا بس هو خلص متطريين هلأ لانه وقتنا خلص نكون عم نختم بالكلمة او بالصلاة يلي بده هيك تكون عم بتلخص لنا هلا اكيد ما في صلاة بتلخص اكتر ممكن اكيد خليل الحدث هو هيك يكون عم يعطينا هالنعمة بس نحنا اكيد بنوضع يعني دائما صلاتنا بالختام هي بكون عم نوضع كل شي حكيناه قدام هيك الرب حتى يكون ربنا عم يحول ونكون عم استفادة من هالوقت هيدا ايها ابو القدوس الكائن الازالي المعبود وحتك اهلنا ان نمثل امامك انقياء نفسا وجسدا ونعبدك بالروح والحق لانك رجاء حياتنا لنرفع المجد والشكر اليك والى ابنك الوحيد وروحك القدوس الان والى الابد امين انا بشكركم رفقتونا بلقاء اليوم مثل ما بشكر ابونا مارون موسى ومثل ما بشكر الله يلي دايما كمان بيكون معنا وبيجمعنا فيكن هو يلي عطانا كلمته ونطلب منه مش بس يعلمنا نسمعه انما نصغي الى الى شكرا لكم والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة